نعم بالفعل هذه الحملات لازالت مستمرة وبشكل متصاعد في عدد من مناطق الضفة الغربية حتى هذه اللحظة أحصينا قرابة العشرين حالة اعتقال في مناطق واسعة من أقصى جنوب الضفة وحتى شمالها خلال ساعات الليل داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيليا وتركزت العملية العسكرية بدخول قوات راجلة وعربات عسكرية إسرائيلية في حي كفار سابب المدينة وسط اندلاع لمواجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابين واعتدى على المسن غالب الحوتري داخل منزله عقب طبعا مداهمة المنزل والعبث بمحتوياته وتدمير مقتنيات هذا المنزل ومن ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حصارا صباحا هذا اليوم على منزل في بلدة ميثالون إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين وسط إطلاق نار استهدف المنزل المحاصر ما دفع عدد من الشبان بداخله لتسليم أنفسهم وفق نادي الأسير الفلسطيني فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خمسة شبان من بلدة ميثالون فجر هذا اليوم قبيل انسحابه عمليات مداهمة أخرى كانت في منطقة طبعا بديا وقراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سالفي تخلى لها إقامة حواجز طيارة وتفتيش لعدد من المنازل قبل الانسحاب دون أن ترصد أي حالات اعتقال بالإضافة إلى مداهمة بلدة فقوع إلى الشرق من مدينة جنين واندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة واستهدافات بالعبوات الناسفة باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى أنه اندلعت مواجهات في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس تخلى لها إطلاق للرصاص الحي بشكل عشوائي وإطلاق وبالكثيف من القنابل الغازية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات في بلدة يعبد إلى الجنوب من مدينة جنين أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالاعتداء بالضرب المبرح ونقلوا مساء إلى مستشفى ابن سينة بمدينة جنين للخضوع لمزيد من الإجراءات العلاجية والإسعافات الأولية بعد أن تعرضوا لضرب وحشي وهمجي وقمعي من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة الحارة الشمالية وأطراف حارة أبو شملة ببلدة يعبد إلى الجنوب من مدينة جنين عملية مداهمة أخرى تركزت في منطقة ضاحية الشويكة إلى الشمال من مدينة تول كرم أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الظهر وكان ذلك نتيجة إطلاق قوة راجلة النار باتجاه مركبة فلسطينية تفاجأت بهذه القوة العسكرية الإسرائيلية داخل أزقة ضاحية الشويكة شمال مدينة تول كرم في بدء الأمر منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى هذه المركبة ولاحقاً تمكنت الطواقم الطبية من نقل مصاب إلى مستشفى ثابت ثابت بمدينة تول كرم خضع للتصوير الطبقي واتضح أنه نتيجة هذه الإصابة أدى ذلك لقطع في النخاع الشوكي وإصابته بشلل نصفي في الأطراف السفلية نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير لخصون شمال تول كرم واعتقل فلسطينيين من داخل البلدة بالتالي نحن نتحدث عن حصيلة اعتقالات لربما ستصل هذا اليوم سيما وأن بعض المناطق تشهد عمليات اقتحام تحديداً في بلدة كوبر في هذه اللحظات قضاء رامالله هناك مداهمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصباح هذا اليوم كان إصابة لمعلم خلال اقتحام مدينة دورة في الخليل جنوبي الضفة الغربية لربما ستصل الحصيلة إلى قرابة الستة ألاف ومئة وتسعين حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر بطبيعة الحال هناك استمرار في التجديدات العسكرية لبعض الحواجز وتنقلات الفلسطينيين تحديداً في محيط مدن نابلس وتول كرم ومنطقة الأغوار حيث قبل قليل أفدنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر ألف رأس من الغنم في منطقة الجفتلك في الأغوار الوسطى فيما تمكن مقاومون من توجيه عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة باكعوت إلى الشرق من بلدة طمون جنوب شرق مدينة طباس في مناطق الأغوار بطبيعة الحال هذه على الصورة الميدانية ولا ربما بالفعل تشهد مزيد من التطورات في ظل استمرارية العمليات العسكرية الإسرائيلية والاختحامات والمداهمات في مناطق واسعة بالضفة الغربية خالد بدير مراسل الغد من نابلس شكراً جزيلاً لك